السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجداد معي بقولك اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تشوفنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد برج الاسد انت انت محتار شايفك شايفة طاقة بتاعتك محتار ومتلغبط وتايه الفترة دي ومش عارف تقيم اي حاجة بشكل كويس او بطريقة مزبوطة اه كمان شايفة بعضوكو عندو حيرة بين شخصين مش عارف اي حكاية الحيرة بين شخصين برضو برج الحمل كان عندو حيرة بين شخصين انت عارف انت محتاج ايه انت محتاج تباد وتقعد مع نفسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها تبص عليها من برا محتاج تخرج برا مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه زائد انك ممكن تستشير شخص انت تعرف ان عندو حكمة عشان يقدر يفيدك اه ولو مفيش يبقى انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي اه تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها لو خرجت برا المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى هتقدر تحلها هتقدر تشوف كل جوانبها ما تحطش نفسك جوه بعضكم هينهي علاقات والشهر ده بالذات العلاقات السيئة والمؤلمة والسمة انا شايفك هنا مش قادر اه في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها هي فعلا فيها عوائق كتير اه شايفك كمان اه شايفك خايف من خسارة ما تقدرش تتحملها بعد كده اه لكن الانسحاب والتفكير من بعيد بنظرة شاملة هتقدر تاخد القرار ان شاء الله انا شايفك عندك هموم اه عندك هموم كتير قوي غير العاطفة اه ومسئولية كبيرة شايفك بتشايل مسئولية كبيرة وتقيلة اه وبالذات المشاكل المادية رغم ان شايفة ان وضعك المادي بتده يتحسن وبقولك ان بشوية جهد انا شايفة ان شاء الله يتحسن للافضل او للوضع اللي انت بتتمنيه لاني شايفة مسئولياتك واللي انت عايز تعمله اه ممكن نقول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك اه لكن انا شايفة ان انت رايح لتحسن للافضل ان شاء الله شوية مجهود بس كده اه برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك اه من من كزا شخص في محيبك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالص لكن احتمال الشخص اللي في بالك اه يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او التلميح خلال الشهر ده اه كمان انا شايفة ان الحب ده في شوية عوائق اه في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط اه في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه ان في عائق كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف اه من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احساس الطرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفة الطاقة المائية نارية هوائية طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج الطاقة ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبثاء الحاقزين في محيطك وفي العمل وفي بيتك خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها عايز اقولك ما تتعاملش بسازاجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبوا لك خير مش بحسن نية ان انت سيء الظون بالناس لأ لكن زي ما قلت او في وصفها في الاول ان هي ممكن تتعاملش بشوية سازاجة او انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك متبصتش حواليك كويس او متشوفش مين بيحب مين بيكره كويس او قلتلك قبل كده انك محض غيرة ومحض حسد بسبب نعم ربانية ربنا وهبهالك يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك تبعد عن اي افقار سلبية علشان لو حبست نفسك في افقارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك نرجع للناحية العاطفية نعرف الاول طاقطاك العاطفية انا شايفك عندك حماس اللي بداية جديدة لكن شايفة حيرة ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اللي انت معيه او تجهلوا المشارك انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لسنين اه هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل صفاتك بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كارزمة عالية كمان بيشوفك ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي اه في اي حاجة انت عايز تعملها اه اللي مش بيعجبه فيك ثواني اه انا بقولك هو فعلا بيخاف منك اللي مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك انت عند يعني انت عند اي خطأ اه ممكن تهد المعبد على اللي فيه هو بيشوفك عامل كده اه كمان هو بيشوفك مزاجك متقلب يعني ودي فعلا انتقتك يا برج الاسد طب نشوف ايه اخبار العلاقة انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير فيه علاقات عند بعضكم طبعا شايفة فيه علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انفصال اه شايفة فيه احساس بالندم اه يعني بصراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي كأن اللي حصل ما كانش سهل او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي اه لحد ما بقى الموضوع كبير كبير في قلبوك وانتو اللي اتنين انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك بسبب ان شايفة السيوف في قلبك انت مش هو اه للبعض احتمال وجود طرف تالت بس ممكن الطرف التالت ده زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت يا برج الاسد لان في بداية القراءة زي ما قلتلك انا شايفة ان انت اللي محتار بين شخصين بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت اه الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي اه ده بالنسبة للمنفصلين اه طب ثواني نشوف هو يعمل ايه انا شايفة هنا اللي زهار لي هو شخص مخادع عند البعض طبعا يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه انا شايفة هنا ان انت اتعملت مع شخص مخادع هو خدعك اكتر اه من مرة وبعدها هو بعد يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد اه وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندوش حلول ولا ولا عندو حاجة يقدمها لك انت نوعا ما شايفك يا برج الاسد اتعودت على الوضع ده او اتعودت غيابه يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية ابتدى ابتدى يقل بعضكم اه شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية اه ابتدى بتحقق منها انجازات ابتدى بتحقق منها نجاحات اه بعضكم ممكن وجه طاقته افكاره لبزنس ممكن بزنس قدرت تنجح فيه اه لكن من وقت اللي التاني لما بتفتكر بتتعد انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع بس انا شايفة هنا عندو طاقة خوف عالية جدا هو خايف ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك اه هو في دماغه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله اه انا شايفة عند البعض هو غضر بيك وهو اتغضر بيه اه هو كل تفكيره في الطريقة يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها يتكلم ازاي يجيبها ازاي يقول ايه اه اه هو واسق انك مش هتصدقه تاني ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة هو واسق ان انت مش هتصدقه تاني بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي اه يلفت نظرك لي بطرق تانية اه لاني شايفة بيحاول يبايل لك انه كويس انه بقى ملتزم اه مثلا اه اه لو ما كانش بيشتغل يبايل لك انه هو بقى بيشتغل اه لو ما كانش ناجح يبايل لك ان هو بقى ناجح بس الطرق غير مباشرة ممكن عن طريق ستوشيال ميديا اه او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره المهم هي طريقة مش مباشرة بس انا شايفة كتير منكم اه باصس لقدام مش عايز يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنتهي من الماضي خالص اه انت من الواضح عندك اه عندك منه مشاكل نفسية في مشاكل نفسية قوية خصلت عندك يا برج الاسد انت عايز تستشفي منها وكأنك بتعيش اه سعادة مزيفة يعني بتضحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك عايش في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها اه سويني نفتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه اه برج الاسد اتفاق الخير اه يعني ما شاء الله اتفاق الخير انت عندك اه عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية اه كمان انا شايفة ناحية العملية اه فيه تقدم وتميز ونجاح اه اه شايفة انك بتستعيد نفسك تاني اه لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم عن اتنين زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية العاطفية زي ما قلت منقسم عن اتنين بعضكو في انفصال والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين وهنتكلم عن الحالة العاطفية البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله اه كمان شايفة بعضكو بيفكر في سفر اه اه انا كمان هعمل لك الناحية الصحية الناحية الصحية البرج الاسد اه بعضكو عندو مشكلة في في الرقبة من الخلف من الناحية ايدي يمين اه عضلة الرقبة ده عند البعض طبعا منكو عضلة الرقبة بتقلمك جدا ممكن ما تعرفش اتنين منها كمان بعضكو عندو مشكلة اه مش استدري القفص استدري نفسه بتحس ان العظم بتاعه ونفسه هو اللي بيقلمكو بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب جو بسبب حاجة دي اه مشكلة بسيطة لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكتر اه هسحب ستة كارت اه طاقة عامة ليك يا برج الاسد ودي هدية مني ليكو لكل برج يعني هشوفو هدية ليه مني ليكو في القناة في القراءة بتاعة الشهر ده اه وهعملها مع كل الابراج باذن الله. اه برج الاسد باذن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار. اه بس نقول يا رب وننظف الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار السربية هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله باذن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك. اه والموضوع هيعلى بالتدريج. يعني بالتدريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله. اه عايز اذكركم بالصدقة. الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايزها تتم في حياتك تصدق. ودي عن تجربة شخصية. اه في الفترة اللي جاية اه برج الاسد انت هتكون سيد قرارك. هيكون عندك قدرة انك اه انت لتتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع. اه من الواضح عندي هنا اه ان مرة عليك وقت كنت فيه ضعيف. كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف. وده خلى ناس تتدخل في حياتك او يكون ليها كلمة في قرارات مصرية تخص حياتك. الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني. انا شايفة ان انت اللي هتحدد كل حاجة تخص حياتك. انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك. اه بعضكم كمان اه شايفة انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل بازن الله. اه كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك. اه كمان برج الاسد من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك. ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب. الشخص ده هيساعدك انك تتخطى حاجات كتير سيئة حصلت لك في حياتك. وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده. وبعد يعني بعيدته عن بعض وهتشوفه بعض التين. اه كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال. عندك اتصال سريع او خبر سعيد. اه انت مش متوقع. باذن الله باذن الله. اه بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في الكراءة العاطفية الموليد برج الاسد في الفترة اللي جاية. وما تنسوش الاشتراك في الكرناة. شكرا للمتابعة.